من جديد مشاهدين الكرام ينضم إلينا من الدوحة أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر دكتور أديب زيارة للحديث بشأن زيارة مايك بومبيو الحالية إلى الكيان الصهيوني دكتور أديب زيارة مفاجئة كما تعلم لوزير الخارجية الأمريكي أجراها إلى تل أبيب ما الأمور العاجلة التي تستدعي مثل هذه الزيارة في ظل الظروف الصحية التي تعلم والتي يعيشها العالم أجمع نعم هو حقيقة لا أعتقد أنها بالضرورة أن تكون زيارة مفاجئة لذلك يوجد أن الإجارة الأمريكية يمكن أن تكون على علم وقصصات الحكومة الإسرائيلية الجديدة فيما يتعلق بالتطبيقات الآن التي تفق عليها من الإجارة الأمريكية والإجارة الإسرائيلية الآن في كل سابق الزمن من حكومة لتنياهو الآن الجديدة ستكون في ثبات مع الزمن حتى تكون في الزمن ما وعدت فيه ضمن الأشياء من الضفة الغربية تبايل التكبات الأمريكية وهذه سيضربون بها على فرحة حاجة واحد أولا سيدعمون ربما الدرامب بمشروعه أمام اليمين الأمريكي الإنجين الأمريكي سيكون هذا عام محصم لأن تكون مجددين على كبير من هذا واحد من نجاحاته الثانية باستثابة الزمن من زاوية الإسرائيل ربما يكون هناك انتصار للديمقراطيين في الإجارات القادمة فلا يريد أن يدخل السبات مع حكومة غير معلوم التوجه فيما يتعلق بالجوم ضمن الضفة الغربية لذلك هم سيحاولون أن تكون ثلال فترة قريبة ربما تكون الثالث سبعة أو الثالثمانية القادم ولذلك يستضع على الأفضل السنسيق مجددين لإجارة أمريكية الحالية وبين الحكومة الإسرائيلية نعم دكتور أديب في الحديث عن ضم أراضي من الضفة الغربية إلى صالح الكيان الصهيوني يعني على أي سند قانوني تستند مثل هذه القرارات هل تعد جزءاً أساسياً من صفقة القرن مثلاً تكتب عملية الضم للضفة الغربية نعم هل عملية ضم أراضي من الضفة الغربية تدخل في إطار صفقة القرن التي قدمتها أمريكا من حياز واضح كما يرى كثير من المحللين لصالح الصهاينة تفضل طبعاً يعني هذا بلا شك أن صفقة القرن بالكامل هي لصالح الصهاينة وقد أتت الصفقة على ذكر المسلة الضم للمناطب في الصفقة الغربية لصالح الحكومة الإسرائيلية ولم تبطي في حقيقة على سوى أجهاء من قصعة الأوصال تسمى ربما تكون متسمة دولة فلسطينية أو تسمى تمبراتورية فلسطينية أو أي شيء آخر لذلك هذا الجزء من صفقة القرنية تجزى مثل الضم وهم وعدوا أن تكون إدارة أمباكية معهم في هذا الجزء وأنا أرى أنه فعلاً إدارة أمباكية الحالية ليس عندها تردد لعكية تحيد وتزيد أكثر من مرة نحن معها السفير الأمريكي في تال أبيب يتحدث عن هذا ليلاً ونهاراً ويتحدث عن حتى ما يتعدد ذلك والسحارة حتى إقامة دولة فلسطينية واليوم له تصريح قبل عدة أيام لأنه تصريح يتعلق في هذه المسألة ويكون سيكون الفلسطين دولة لذا أصبحوا كناديجين بمعنى أنه كما يستحال أن يصبحوا كناديجين الفلسطين ستكون دولة بلسطينية لهم محالة لذلك أعتقد هو جزء من طبق القرن طبعاً جزء من طبق القرن التي للأسف تمرر على الأرض بغيبة فلسطينية بغيبة عرصية بغيبة تولية عن الوجود في سؤالي الأخير إليك دكتور أديب الزيارة ما هي الإجراءات المتوفرة والمتاحة أمام القيادة الفلسطينية من أجل محاصرة مثل هذه القرارات الصهي أمريكية ومن أجل ردها وعدم تطبيقها على الأرض ما المتاح أمام السلطة؟ والله هو متاح أمام السلطة شغلات كثيرة يعني السلطة الفلسطينية ليست تالية نوصات لديها خيارات وأبرج خيار فيما يتعلق بهذه المسألة أن تعود كما عادت إسرائيل عن الاحتفافيات أوتو الظالمة عادت عنها ولم تتعود عنها بشيء لم يعد حد الدولتين بمسجلها يعنيها أي شيء كما عادت إسرائيل عن الموضوع على السلطة الفلسطينية أن تعلن العودة عن الاحتفافة أوتو ولكن هذه السلطة الفلسطينية عندها استعداد أن تتبع ثمن العودة عن اتفاق حسو أنا أعتقد حتى الآن لم ينجد بالأسف كذلك كيادة الفلسطينية تتوجه لأن تتبع ثمن هذا الكلام المسألة تتعلق ليست في الكلمات نحن نعرف أن الكيادة الفلسطينية لها تصفيحات عديدة تحدثت عن مسألة الرجوع عن استفاقيات أو إذا صارت هناك ضمن سيكون عندنا استوده للتفلي كامل وقت تنفيذ الأمن نحن نضينا قرارات حقيقة لن نعد نصدق يكي محليين وكي أحد مراسدين نساعد على الأرض تعيشون داخل الفلسطين وخارجها نعد نصدق سأن أي قرارات تصل بأن حقيقة من الكيادة الفلسطينية تكون محص تصفيح للأسف لأن هناك قرارات تدرت عن مجلس مرجل الفلسطيني وتدرت عند مجلس وطن فلسطيني وتدرت عن متصافة الفصائل بتدعم تلك الفصائل ولكن الأسف هذه البرارات لم تطبق ولا تفضح إكاة التنفيذ بفاتن ولا أعطب تلك الاجتماع الفلسطيني للأم القادم لكي نحفوه هذا التجار إذا كانت تجمع مجموعة مواجهة هذا الموضوع يجب أن تعلن مرة وإن نعم أستاذ العلاقات الدولية في جامعة قطر دكتور أديب الزيادة كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة شكرا جزيلا لك